اشتركوا في القناة اول listen and circle listen and circle استمع وضع دائرة طبعا قلت نسبة كبيرة جدا الكلمة اللي هيبقى فيها حرف واحد بس متحرك هي اللي هعمل عليها circle طبعا وفي نفس الوقت ده سؤال listen ده listen يعني هستمع للمستر الكلمة اللي هو هيقولها هعمل عليها circle يعني مثلا المستر هيقول run يبقى اعمل circle على run طبعا نسبة كبيرة جدا عشان هو قال لي short vowel short vowel يبقى اختار الكلمة اللي هي فيها حرف واحد بس متحرك مثلا فعل you run انا ما سمعتش ال you سمعت run يبقى ال you هنا short vowel اعمل circle على run المستر هيقول car اعمل circle على car المستر هيقول هيقول key يبقى اعمل circle على key المستر هيقول gum يبقى اعمل circle على gum خلاص يبقى ده السؤال الاول listen السؤال التاني برضو listen السؤال التاني listen بيبقى اربع جمل كل جملة نقصة كلمة بقول لي my father is a doctor سمعت انا كلمة doctor هكتب doctor number two he has a jacket he has نقصة هنا has هسمع كلمة has واكتبها number three i can't find my mom هنا كلمة mom هسمع كلمة mom واكتب number four they go سمعت هنا نقصة هنا go اسمع go اسمع go من المستر واكتب they go to school by bus طيب السؤال number three number three read and write true or false عندي صورة قدامي picture قدامي صورة قدامي هي وعليها جمل الجملة اللي بتنطبق مع الصورة هعمل عليها true و true يعني صح true يعني صح الجملة اللي هي ما بتنطبقش مع الصورة ما الجملة مش تبع الصورة ما لاش دعوه بالصورة يبقى اعمل عليها ايه false false يعني غلط طيب number one بيقول لي my mother my mother my mother يعني والدتي is a teacher والدتي معلمة طبعا هي عندي هنا معلمة ماشي يبقى دي ايه true يبقى number one true number two i have mass i have mass mass اللي هي الرياضيات انا احنا عندنا بقول انا عندي رياضيات الحصة دي رياضيات mass mass طبعا هنا هتبقى false عشان دي شكلها حصة رسمة ايه المس هنا بترسم ايه يبقى هنا هعمل انا هنا ايه يبقى number two هتبقى false طيب number three they are at home they يعني هما كده هما كده موجودين فين بقولي they يعني هما are at home يعني هما موجودين فين في المنزل home يعني في المنزل طبعا دي هتبقى false number three هتبقى هنا false number four they are at school they are يعني هما موجودين فين at school هم موجودين في المدرسة يبقى دي هات number four هتبقى true صح السؤال number four read and circle the odd one هنقرأ ونشوف الكلمة الغريبة اللي مش تبع الكلمات هنعمل عليها circle number one عندي ferry يعني عبارة دي وسيلة من وسائل المواصلات bus autobies bus يبقى دي برضو من وسائل المواصلات عندي train train يعني كطار دي من وسائل المواصلات عندي bobcorn bobcorn يعني فشار فين بقى الكلمة الغريبة الكلمة الغريبة فين طبعا bobcorn يبقى دي اللي عمل عليها ايه circle number two عندي rabbit rabbit من الحيوانات الأليفة rabbit يعني أرنب عندي meat لحمة من الأطعمة عندي cake cake من الأطعمة عندي vegetables اللي هي الخضروات من الأطعمة يبقى الكلمة الغريبة فين الكلمة الغريبة اللي هي rabbit يبقى أعمل circle على rabbit number three عندي leg leg يعني رجل leg يعني رجل اللي هي الصاق رجل nurse ممرضة nurse ممرضة دي واحدة متوظفة وظيفتها وظيفتها ان هي ممرضة nurse عندي vet vet طبيب بيطاري ليه وظيفة وظيفته هو طبيب بيطاري vet teacher مدرس ده برضو من الوظائف يبقى الكلمة الغريبة هنا فين كلمة غريبة دخلت على الكلمات دي اللي هي leg leg اللي هي رجل جزء من أجزاء الجسم دي الغريبة الكلمة الغريبة اللي دخلت على الوظائف يبقى أعمل circle على leg number four number four عندي saturday saturday يوم من أيام الأسبوع اليوم السبت saturday عندي كريم ده اسم monday monday يوم من أيام الأسبوع اللي هو يوم الاثنين عندي tyus day اللي هو يوم الثلاث يوم من أيام الأسبوع عندي أيام أسبوع وفيه اسم واحد شخص هنا اسم غريب وده اللي أعمل عليه إيه circle عمل عليه إيه circle وحتى أيام الأسبوع كلهم منتهيين بالتلات حروف دي اللي هو دي d a y d a y d a y d a y يبقى الكلمة المختلفة كريم هي دي اللي أعمل عليه إيه circle number five choose a crooked answer from e b c or d number one you want vegetables you want vegetables قلنا مين صاحبة you صاحبة you do do you want vegetables do you want vegetables يبقى الصحة تحة do number two glasses are mine glasses are mine عايز يقول الندارة دي ملكي وقلنا الندارة بتتعامل معاملة الجامع جمعها R قلت أغلبية الأشياء اللي هي بتتكون من جزئين اتنين بعملها معاملة الجامع قلنا زي البنطلون زي الحزاء خلاص يعني زي الندارة فمن جزئين اتنين بعملها معاملة الجامع يبقى ذات مش هتنفع ذات للمفرد ات للمفرد ذات للمفرد اللي الجامع ذات ذات glasses are mine يبقى مع الجامع اختر ذات number three how do you اللي هو بتسأل ازاي انت بتروح الشغل او ازاي بتروح المدرسة قل how do you go how do you go to work how do you go to work اخذ go طبعا لما لقي do السؤال فيه do do أو does أو did يبقى اخذ الفعل في المصدر اخذ go طيب let's let's بيجو بردو وراها الفعل في المصدر let's يعني هيا بنا let's يعني هيا بنا عند videos بقول لي يالله بينا نشاهد افلام الفيديو let's بيجو بردو وراها الفعل في المصدر يعني ايه الفعل في المصدر يعني فعل مش منضف له s ولا ed ولا ing يبقى قول لاتس واتش فيديوز ماشي يبقى لاتس يبقى وراء الفعل فين في المصدر من غير اضافات طيب السؤال اللي بعد كده السؤال نمبر سيكس بقولي لك انت انصر زا كويتشان هنبص على الصورة والصورة جاي عليها سؤال والسؤال بجاوبه من خلال الصورة نمبر وان بقولي what are these what are these يعني ايه اللي قدامك دول ايه دول اللي قدامنا دول منك اقول these are منك اقول these are cars دولة عربيات منك اقول زي زي بتنفع مع العاكل وغير العاكل بس للجمع اقول they are cars يعني ديت ايه سيارات طيب عندي هنا بقولي is she a teacher is she a teacher هل ديت مدرسة او معلمة طبعا اقول yes طبعا is معناها هل is معناها هل فبجاوب يا بيس يا بني is she a teacher اقول yes واجه مشقلب لتنون دون مع بعض اقول yes she is yes she is طيب عندي نمبر سري what is he doing what is he doing يعني هو بيعمل ايه طبعا السؤال في زمن present continuous اللي هو زمن مدرع المستمر وبجاوب الاجابة بتبقى في نفس زمن السؤال يبقى ابدأ به وهي اقول he is we eat ازاوض لها اي انجي يعني هو بيأكل دلوقتي يقول he is eating نمبر فايف do you want pasta do هنا برضو معناها هل فبجاوب يا بيس يا ابنو do you yes i do do you yes i do do you want pasta وعندي pasta عندي pasta اللي هي الماكرونة هل انت عايز ماكرونة وبدأ مجايب للباست يبقى yes i do yes i do طبعا اليو بتتحول اقول لها i اقول do you yes i do السؤال نمبر سفن look and write three sentence قولنا في النموذج الامتحان اللي هو الجديد لسه النموذج لسه معمول قريب دوت نعمل فيه بيبقى مختار اربع جمل اكتب ايه اربع جمل طبعا فيه جملة سهلة جدا اللي هي اقول i can see واكتب الحاجة اللي انا شايف i can see واكتب الحاجة اللي انا شايف زي ما قلت i can see a bus انا شايف اتباس او ممكن قول there is a bus you got اتباس there is a bus there is a bus you got اتباس ممكن قوم لتانا ممكن قول i got school i got school by bus انا بروح المدرسة بالاوتوبيس i got school by bus انا بروح المدرسة بالاوتوبيس معانا جملة بس انا بقول the bus is green اوتوبيس دا لونه اخضر the bus is green طيب السؤال الاخير اللي هو البنكتوريس السؤال التركين عند the i small قولنوا the i لو في اول الجملة في نص الجملة بعملها capital the i اللي هي انا the i اللي هي معناها انا لو في اول الجملة في نص الجملة بعملها the capital هنا بقول i can't see a bird كائد t لقيتها بعيدة سنة كده عرف انها نقص ابوستروف نقص ايه ابوستروف وعند جملة عادية اعمل ايه philosoph اعمل ايه philosoph برضو في النموذج الامتحان الجديد ماشي بيبقى مختار اربع حاجات في اربع حاجات انا بعملها خلاص هو هنا فيه ثلاثة بس بس في النموذج الجديد بيبقى فيه اربع حاجات ماشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته